الموضوع The opposite figure represents the relation between the torque Taw which acts on a flat coil of n turns فهي عادي لو طلبها يبقى أنا بعود بإن عادي الاريا A روتايتنج النيورفر ماجنيتك فيلد فلاكس دينستي بي and الانجل سيتا ما بين التورك والانجل سيتا between the normal to the coil and the magنيتك فلاكس لينز مدايم ما بين النورمل بتاع الكويل والفلاكس لينز على طول يبقى هي السيتا زي ما هي مش هغير فيها اي حاجة يعني مش هعمل مثلا 90 منوس ولا ايه كمان فبيقول لي عايز الـ value بتاع التورك عند الـ point A فطبعا عند الـ point A يبقى دوت كده maximum الـ eك دوت كده maximum يبقى معنا كده اننا هقول ان التورك هيكون equal b i a n بتخيلوه هو ده كده السؤال دي كده درجة خلاص بيقول لي عايز الـ value بتاع التورك والثيتا عند الـ point C طبعا هي الثيتا فوق انا معلش انا جبت التورك الثيتا هتبقى equal 90 ديجري لان انا هنا الماكسمن بيكون عند 90 ديجري طيب بالنسبة لي السؤال اللي بعده فبيقول لي عايز برضو التورك والثيتا فالتورك هيبقى equal zero الثيتا بقى في ناس كتيرة جدا 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 راح اتمجاوبة السؤال دوت ان الثيتا equal zero ما بتقول ما هو التورك هيبقى zero وبقى الثيتا بزيرو لا هو الثيتا هو هنا دي كده zero ديجري بس هوا بينزل تاني للزيرو عند 180 ديجري يبقى معنى كده ان هنا ستيتا ب180 هي دي كانت التركة كلها في المسألة بس انا مش هقيمها ان هي مسألة يعني سؤال صعب لأ انا شايف انه سهل جدا من الرسمة من الجراف اهو دوت zero هو ده zero الورجين فيبقى دوت كده اكيد 180 مش zero فانا بصراحة مش هقيم ان دوت سؤال صعب يبقى انا كده معبلتش غير سؤال واحد بس اللي هو بتاع الواير اللي هو بيقع هو دوت اللي تسقيل حد الوقت Okay, take the magnetic flux the magnetic flux the thing is, crossings the coil is changing with time are shown in figure the figure to be هو بيولي draw the figure in your answer book بسطعا انا دللاتي هو اللي تحمب يكون بوكلت يعني هو كده كابب بقى امرسوم I touch a figure sketch the variation of the induced mf in the coil with time فاللي انا هعمله ان انا هفتكر كده معاكم A rule بتاع linducedemeth انا فاكر ان linducedemeth كانت equal negative n delta phi over delta t وانا عارف ان delta phi هي هتبقى delta b في a لان هو هنا ال relation الديهاني مع bil فيبقي انا هعملها b في a حلو جدا يبقى انا كده هفك هتبقى linducedemeth negative n a وكده كده ال n وال a constant مش فرق ما يفحاجه في delta b over delta t كل الفكرة هنا ان delta b over delta t دي هي تعتبر السلوب بتاع اللاين اللي فوق لان انا عارف ان السلوب بيبقى delta y delta الحجل على y over delta الحجل على ال x فدوت كده delta b over delta t هو هيكون السلوب يبقى انا لو السلوب بتاع اللاين اللي فوق كبير يبقى ال induced the math كبيرة السلوب صغير يبقى ال induced the math صغير يبقى انا همسك كده في الاول خالص هنتفق ان الجزء اللي في الاول والجزء اللي في الاخر عشان خاطر السلوب ب zero هنا الجزء ايه دات السلوب ب zero والجزء ايه دات السلوب ب zero لانها parallel x axis مفيش ايه change يبقى معنا كان ال induced the math هنا هتبقى zero و ال induced the math هنا هتكون zero مفيش ايه نقاش في الجزء دات نمسك بقى الجزء اللي في النص هنقسمه على حتتين الجزء اللي في الاول يعني عند النقطة دات كده هنلاحظ ان انا لو رسمت tangent تخيلي او يبقى كده اللي سلوب بتاع التانجينت كبير و positive كل ما بتحرك كل ما اللي سلوب دوت بيبدأ ان هو يقل لحد ما ييجي هنا يبقى اللي سلوب ب zero يبقى الجزء دوت كده اللي سلوب maximum و positive هنا اللي سلوب ب zero يبقى هو بيفضل يقل لحد ما يبقى zero بس هنلاحظ ان في الاكوشن في حاجة مهمة جدا في negative في الاكوشن يعني لو السلوب كبير و positive يبقى ال induced math كبير في ال negative value يبقى هنا ال induced math هتبقى كبيرة في ال negative value اللي في النص ال induced math ب zero يبقى هنا ال induced math برضو هتبقى ب zero عادي بعد كده بيبدأ اللي سلوب يقل لحد ما اللي سلوب يبقى maximum في ال negative والأسلوب بالأسلوب بالأسلوب والأسلوب مع أسلوبation الكثيرon بالأسلوب والعطっぱ يزيد اهو يبقى معنى كالإنديوز اللي ما فهتبقى negative backward يبقى هتطلع في negative الrate بتاع الكبير يبقى المف كبيرة بعد كب يبدأ ان هو يقل يقل لحد ما هنا يبقى zero يبقى هو هيقل لحد ما يبقى zero بعد كده هنا بيزيد تاني بس في negative يعني كده يزيد اهو بس في negative يبقى كالإنديوز اللي ما فهتزيد وهتبقى بالبوستل يبقى كده الرسمة هتطلع به الشكل دوت بترسمها اي كروكي كده المهم ان الفريشن يبقى معمول زي ما احنا عاملين بالشكل ده طبعا هو كروكي يعني انت ما بتتحسبش على اي details في ناس كانت بتيجي تقول لي يا مستر طب احنا مش هنوصل الحتة دي والحتة دي لو عملت line كده والline كده خلاص اتوصله مفرقتش بس هو المفروض ما تتوصلش لان الناس بتاعة المرياضة عارفة ان البوينت دي ديت كده اه فلما بتيجي ترسم مش بيطلع ما علينا انا اسف يعني اه الناس بتاعة المرياضة عارفة بقى ان الرسمة دي تعتبر بتاعة الرسمة دي اه ده كده سؤال عليه درجة ودي درجة تقيلة شوية بس يعني لحد دلوقتي ادي درجة يعني في درجة وفي درجتين قبل كده اتفقنا يبقى كده اللي امتحان كله لحد دلوقتي فيه تلات درجات هما اللي فيهم افكار اللي هو اصعب امتحان سانوية عما حصل في التاريخ لحد دلوقتي احنا شايفين تلات درجات بس طيب نخش في السؤال اللي بعده انا دلوقتي عارف ان الرسمة الاسكية تلك موضوع الموضوع ومدفع موضوع على فضل الموضوع الموضوع 1.5 تسلا او لو كانت تباعد من الجسد موضوع او في موضوع الاريخ يصبح الاريخ في حانة 0.2 ساعة تشاهدة في حانة ب اعجز الاندوزة امف في الكون في هذا الوقت انا دلوقتي عارف ان الانديوز دماف المفروض ان هي ايكوال نيجاتف ان دلتا فاي اوفر دلتا تي اللي تشينج اللي هنا هتشينج في الاريا الاريا كانت كبيرة الريديوس كان كده بعدين الاريا سوفرد فيبقى انا الرول ده هتزبطه بحيث ان الدلتا فاي هفكها دلتا بي في ايه بس البي هتخرج بره لان البي كونستنت ما تغيرتش اللي هي 1.5 تسلا انما الاريا هي اللي اتغيرت يبقى انا هعمل ده هتزبطه دلتا ايه اوفر دلتا تي ده احنا ممكن ان احنا نحسبه فايبقى ايكوال نيجاتف وان عشان نمبر فترنسب وان البي اللي هي عبارة عن 1.5 تايمز دلتا ايه اللي هي الاريا الجديدة ماينس الاريا القديمة الاريا الجديدة اللي هي سري تايمز تنبور نيجاتف 3 يبقى عمل اللي هي ايه تو تايمز تنبور نيجاتف 3 مينس ايه هو مدينة الريدياس يبقى 3 سري اه باي نيجاتف باي اللي هي 22وور 7 مثلا تايمز 0.12 سقوار يبقى باي ار سقوار يبقى باي ار سقوار دي كلها لبعض هي دية الاريا القديمة اوبر الدلتا تي اللي هي الكلام دافتايم اللي هو 0.2 سايمز فدا كده هيطلع ايكوال ابروكسيماتلي 0.32 فولت هو بالزبط بيطلع 0.3169 فدا كده خلاص الانديوز ديماف في البرية الضيات الافراج الانديوز ديماف هو طالب اللو الريزيستنس بتاعت الكويل ب 0.1 يريد عندي طريقتين لخاطر احل السؤال دا الاول طريقة هو ان انا عندي الانديوز ديماف خلاص فاقدر ان انا اشتغل بيها اقول ان الانديوز ديماف هيكون عبارة عن الانديوز ديماف الاندوز ديم اف هي 0.32 الاندوز ديم اف هي 0.1 يصبح الاتفاق الى 3.2 امبير بعدها اجبت الاتفاق الى افتاد اذا كنت تكون في أكريم من شابتر 1 كنا بنقوم بأن Q equal i for t الاتفاق الى 3.2 و الوقت كان 0.2 و الوقت سيصبح 0.64 الطريقة الثانية هو في حالة لو هو ما بدانيش الطايم و دي بتحصل كتير جدا ان هو يجي يقول لي انا عايز الاندوز ديم اف هي هتمشي في كويل مثلا او وير نتيجة الاندوكشن حصل بس مع ذلك هو ما بدانيش الطايم فانا لو جيت اشتغل بالرول بتاع ان الاندوز ديم اف equals negative n delta phi over delta t و اتفقنا خلاص ان في الكيس ديت هتبقى بيف دلتا اي عشان الاريا هي اللي بتتغير over delta t هلاقي ان الطايم مش عندي فبعمل ايه بفك الاندوز ديم اف اللي هي دي بفكها لي ايفا r فيبقى عندي i times r equal negative n b delta a over delta t والاي افكها لي q over t يبقى عندي q over t of times r equal negative n b delta a over delta t فالله هيحصل ان delta t هتروح مع delta t او t هتروح مع t whatever والdelta a اللي تشانج في الاريا دايما هيتطلع هنا بالnegative فهيتطير للنغative فقدر على طول اجيب quantity of charge فيه هنا بس نقطة صغيرة عايزين ناخد بالنها هو بالنسبة لي ال delta a فيه ناس ما عرفش بتروح كاتبة رول دوت n b a الكلام دوت غلط جدا يعني دي بيكون دلتا a دايما بيكون change لانه هوا جاي اصلا من delta phi فيا اما الدلتا phi ديت بتبقى change في الانجل هي اللي بتعملي الدلتا اما change في الفلاكس دينست اما change في الاريا في المسألة ديت تشانج في الاريا في حاجة كمان مهم جدا في المسألة ديت عايز اوضحها هو ان لو كان جي طلب مني قال لي عايز الانجل الدينيوز دي كارنت لو جي طلب قال لي عايز الانجل الدينيوز دي كارنت هنعيبه ازاي واحدة واحدة كده مع بعض مش هنا الاريا بتصغر انا اللي تشانج اللي بيعطان الاريا بتصغر يعني معنى كده ان التوتال فلاكس بيدكريز يبقى الـ بيحصل لها دي كريز مدام الفلاكس بيحصل له دي كريز يبقى الانجلد فيبقى الانجل buildings حيبقى الانجلد أيضا يعني هيحاول يطلع فلاكس في نفس ديركشن الافلوكس الأصلي عشان يحاول يقلل الـ change هو الـ change الذي يقلل فهيطلع معيه حاول يزوده والعكس لو كان هو الـ flux increasing كان هيطلع عكسه اللي هو backward عشان خطر يحاول انه هو يقلله فهنا هيطلع flux في نفس ديركشن الافلوكس الأصلي يعني الـ inward buzzer يعني الـ induced current اللي ماشي فيه الكويل هيطلع flux inward عشان يحاول انه يقلله وعشان يطلع flux inward لو استخدمت clock wise rule او hand rule right hand rule او right screw rule هيبقى كده الـ current هيبقى بيلف في direction اللي هو clock wise عشان يطلع عليه field inward ونخلي بعنا جدا من حتة الـ direction دي لان بدأ انه يتسايل فيها كتير قوي قوي الفترة الاخيرة اللي تشوز بيقول لي if the resistance of a coil of galvanometer is R يبقى shunt resistance اللي هتريدوز السنستفتي اللي 1 over 4 وفي its original value هتبقى دي طبعا قلنا ان السؤال ده من الاسئلة اللي هي بتكرر كتير وعلى طول من غير التفكير اقدر اقول انه هو هيبقى R over 3 ولو هي في مسألة وعايز السنستفتي عشان تقل 1 over 4 يبقى معنا كان السنستفتي الجديدة equal 1 over 4 السنستفتي القديمة القديم دايمان جي ويبقى السنستفتي اللي هي theta over i equal quarter السنستفتي القديمة اللي هي هتبقى theta over i g السيتا والسيتا هيروح مع بعض يبقى هي هي ان انا قدر اقول ان الـ current هيكون 4 times current السنستفتي القديم طيب انا عايز الشانت رزيستنس لو تفتكروا الشانت رزيستنس كانت equal i g r g over i minus i g فهيبقى i g r g هي اسمها R i اتفقنا ان هي تبقى four i g minus i g 4 بطيخة minus بطيخة ستدينا 3 بطيخة يبقى i g r over i g فالi g والi g هيروح مع بعض هيفضل لي r over 3 اللي هو اللي تشوز بتاعي او اللي تشوز بتاعي طيب في 28 بيقول لي وان او اللي تشوز بتاعي او اللي تشوز بتاعي وان او اللي تشوز بتاعي او اللي تشوز بتاعي او اللي تشوز بتاعي رست mass of photon equal من الاسئلة التريكي شوية عشان في ناس بتاعي او اللي تشوز بتاعي او اللي تشوز بطيخة او اللي تشوز بطيخة بس دوت دورينج موشن انما رست mass هيبقى بزيرو باشن سيريز هي انفراد بس مالغية كاسودريز كونسست of إلكترونز الكاسودريز بتطلع او بتطلع إلكترونز